وضمن العمليات الاستباقية أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القاء القبض على إرهابيا في قضاء الطوز شرق صراح الدين وذكرت المديرية في بيان أنه بعملية استخبارية تمكنت شعبة استخبارات وأمن المقر المسيطر لعمليات الطوز وبالتعاون مع فوج مغاول الرد السريع من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة أربع إرهاب في السيطرة الجنوبية لقيادة العمليات وفي سياق عثرت وحدات المقر المسيطر بالقضاء على مضافة للإرهابيين في منطقة الزرق تحتوي على عبوتين محليتي الصنع وعبوة محلية أخرى عبارة عن قنبرة هاون عيار 120 مليمتر ومقذوف نمساوي وأفرشة ومواد متنوعة وفيما يرى خبراء أن توسيع دوائر العمليات الاستباقية وتبادل المعلومات بين الجهات الماسكة للأرض قد نجحت بتفكيك مخططات العدو بمختلف قواطع العمليات في صلاح الدين